بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلباء سنقوم بهذا الفيديو الذي تحت عنوان نصائح وزنها من ذهب للتفوق في الرياضيات وباقي المواد الأخرى لجميع المستويت إذن ننطلق على بركة الله بنقطة الأولى التي تقول قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولئة الباب هنا يعني تفسيرها أي قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم هل يستوي الذين يعلمون ربهم ودينهم الحق والذين لا يعلمون شيئا من ذلك لا يستوون إنما يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليم اللهم جل عقولنا سليمة إن شاء الله يا رب العالمين إذن بهذه الآية نستفتح حتى يعلم الجميع أن الذي له علم والذي ليس له علم لا يستوياني مهما كان ومهما سوف يكون إذن ننطلق أولا لا تستهم بقدراتك مهما أحسست بالفشل إنك موهوب ويقول الشاعر على قدر أهل العزم تأتي العزائم يعني هنا أبناء ما علينا إلا ماذا إلا أن لا تستهن وأعلم أنك إنسان سليم العقل وسليم الجسم فلهذا يمكن لك تحقيق ما لم يتوقعه أو تتوقعه يوما من الأيام بفضل كلمة الإرادة بالإرادة يفلح الجميع فباقي الشعوب التي كانت من أحقر الشعوب مثل اليابان والصين وباقي الشعوب التي جعلت اليوم لنا مثلا في التطور كانوا لا يجدون ما يأكلون وما يشربون لكن بفضل القدرة وبفضل الإرادة لاحظوا إلى ما توصل الصين ولاحظوا إلى ما توصل اليابان فهم قدوتنا في العمل إذن على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكرم هذه أولا لا تستهن بقدراتك مهما كان فلا تستهن هذه بالدرجة الأولى لأنها أهم شيء في نفسك إلى العنصر الثاني إن شاء الله لا تستهن بقدرات أستاذك داخل القسم ولا تسمع للشائعات هنا يعني فيه طلبة كثيرين يقولون في داخل أو في المؤسسة أن تلك الأستاذ ليس له قدرات وأنه خريج هذه السنة وهذا كذا واتركون من هذه الشائعات يوجد في النهر ما لا يوجد في البهر أبنائي وتركون من بعض الشائعات التي تتردد داخل في بعض الأماكن التي تدرسون بها في الخارج ويقول هذا الأستاذ ربما إنه يفعل كذا وليس له كذا يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر اعلم أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف الكتابة لكن أيوجد أحدكم من يمكن أن ينقده فوالله إنه لا أقرب الناس إلى الله جل وعلا أخذها بباذة بنيته وبعمله وبإخلاصه وإنه لنبي هذه الأمة ونبي جميع الأمم إذن لا يوجد إذن يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر هذه وصيتي لكم عندنا كذلك حاول التركيز أثناء الحصة وإن ذهب تركيزك أطلب من أستاذك أطلب من الأستاذ إعادة الشرح لأنه مدفوع الأجر يعني هذا الأستاذ عليه أن يعيد لك مكان أو لحظة التي ذهب عليك تركيزه لأنه مدفوع الأجر يعني بلغة الجزائر خالصة لها مهما كان لأنها تلك واجبه هذه النقطة عليكم لا أن تستحي من تلك الأشياء لأنها تهمك أما الأستاذ يهمه أن يكمل ساعته في بعض الناس أما أنت أو أنت بنتي ما يهمك هو أن تفهم تلك الحصة مهما كان هذا هو مرادك ليس لك دخل في أشياء أخرى الآن عندنا أول شيء يجعلك تتعلق بالرياضية هنا الهدف عن هذه المادة أو باقي المواد هو حفظك لقوانينها بعد انتهاء الدرس وإنجاز تطبيق بسيط عليها هذا شيء مهم يعني فيه تلاميذ يقولون الفهم الفهم لا نتحدث عن الفهم أصلا لأن الأصل فيه الوجود هو الحفظ يعني كيف؟ بالله عليكم إذا قلنا خمسة في ستة أيوجد من يفسر لهذه؟ أنا لا أهتم إلى تفسيري إنما أجعل النتيجة هي الثلاثون أنا أحفظ أن خمسة في ستة هي ثلاثون فقط إذا جئنا إلى أمي وكتبنا له هذا الحرف كتبنا له حرفا هكذا مثلا باء هل يمكن قراءته؟ هل يعرف قراءته هذا الحرف؟ لا والله لا يعرفها لماذا؟ لأنه لا يوجد في ذاكرة لا يوجد حفظا لذاكرتي لحرف باء أصلا لم يدرس لهذا لا يعرف فقط يعني حفظك للشيء يجعلك تفهمه فقط كنت في الابتداء حفظوك أو نعم حفظوك حروف آلف وباء وجيم ودان إلى الياء ثم لما كبرت أصبحت تقدر على إنجاز إنجاز تعابير هائلة جدا لماذا؟ لأن أصلك حفظت ثمانية وعشرون حرفا فقط يعني الأصل في ذلك هو حفظ العلاقات كذلك حفظك للأشياء يجعلك تعرف التعامل معها نعم إذا حفظت مثلا حفظت جدول الضرب فيمكن لك إن وجدت عملية تتحدث عن الضرب فيمكن إنجازها فقط أعطيك مثال آخر إذا ذهبنا مثلا إلى شيء آخر هل يمكن لك أن تصلي بدون أن تحفظ صورة الفاتحة؟ لا يمكن والله وصلاتك باطلة مهما كانت لأن الأصل في ذلك هو حفظ تلك الصورة أما فهمك لها لا يهمنا يهمنا حفظك لهذه الصورة إذن عليك بحفظ كل قواعد الرياضيات يعني إذا درست شيئا في الدرس يعني درست مثلا قال اليوم درست مثلا الكصور عليك بحفظ قواعد الكصور قال مثلا عندنا واحد زائد ثلاثة على خمسة قال واحد كصورها تعلمنا وحافظنا هذه الفكرة لن نفهمها أصلا ولا يهمني فهمها أعلمنا أن هذا ما قامه واحد نقوم بضربه في خمسة ونضرب هذا في خمسة تصبح لنا خمسة على خمسة زائد ثلاثة على خمسة وتساوي ثمانية على خمسة ولا يهمني أن أفهم من مطلوب من ذلك المهم أني تحصلت على النتيجة هذا هو الأمر فقط عندنا الحفظ هو أول الأشياء للفهم وتحدثنا على ذلك مهما كان حفظك للشيء يجعلك تفهم مثلا أعطيك مثال إن لم تكن تحفظ اسم زميلك إذا قال هذا اسمه محمد وكنت في مكان مملوء بالبشر وتقلت وأنت لا تعرف تعرف إلا وجه فقط ولا تعرف اسمه أنه محمد ونديت يا محمد فكل من هم حاضرون ولهم اسم محمد تنقلبون إليك فعليك أن تزيد في كلمة مثلا محمد تزيد في كلمة أخرى مثلا محمد عبدو مثلا هنا نعرف مباشرة أنه هذا الإنسان من بين الألف سيأتي اسمه محمد عبدو ويكلمك مثلا إذا هكذا حتى نفهم أن حفظك للشيء يجعلك ويجعلك تفهمه ببساطة فصورة الفاتحة كنا نحفظها لما كنا سبيا ولكن لم نفهمها الآن بعدما كبرنا كل يوم في حياتك تكتشف فهمها وتفسيرها نقطة بنقطة هذا هي الشيء عندك كذلك العلم صيد والكتاب قيد أثناء الدرس أبنائي عليكم بكتابة الدرس مهما كان لأنه علم صيد أنت بعملية الصيد والكتاب له قيد مهما كان أكتب واجعل دائما في كراسك هكذا هامش لكتابة بعض النصائح التي يرددها الأستاذ داخل القسم ولو كتبتها بلغة الدارجة لا يهم المهم أن ماذا المهم أن تبقى لك في كراس حتى تراجع بها عندنا احفظ طرق الإجابة على أسئلة التمارين لأنها هي الأصل في الاختبار نعم وهذا شيء مهم عندي طريقة مثلا عندي أسئلة نحن نعرف أسئلة كثيرة تتردد في كل محور من محاور مهما كانت أي رياضيات أو عليك بحفظ الإجابة فقط قال مثلا عندما نرجع إلى المثال الأول قال مثلا واحد زائد ثلاثة على خمسة أنا أحفظ الطريقة أن هنا أضرب في خمسة وهنا أضرب في خمسة وأجمع البس تطعدين ثمانية على خمسة أنا أحافظ لهذه الفكرة إذا وجدتها في الاختبار فيمكن اتباع هذه الطريقة والحصول على النقطة هذا هو الأصل يعني لو نراحض إلى الصين التي وصلت اليوم إلى أوج تطورها كيف فعلت؟ جاءت بالتكنولوجيا من الغرب وقامت بتقليدها ثم بحثت شيئا فشيئا إلى أن توصلت أصبحت من أكبر الدول تطورا وأكثر في المجال الإلكتروني إنها الصين التي بالبارح لم تكن شيئا إنها الإرادة إنها الإرادة دائما أركز إنها الإرادة أبني عندنا الصاحب ساحبه عندنا باللغة الدرجة قل لي معا من تمشين قل لي كان تشكون يعني لا تصاحب من يستحقرونك هذه أول أو يستحقرون قدراتك ربما فيه تلاميذ هدفهم في القسم والاستحقار وكذا وكذا لا تصاحبه ولا تتحدث معه ولا تجعل له قيمة في نفسك هكذا لأن المتكبر يرى نفسه فوق الجبل والناس لا يرونه أبدا هكذا عندنا كذلك النوم المبكر يجعل عقلك يرتاح هذا شيء مهم يقول جل وعلا وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لعقولكم إذن تلك يعني إذا كان الطالب بات عبر الفيسبوك أو أشياء أخرى حتى الرابعة صباحا ثم على الثامنة صباحا له حصة الرياضيات ربما أربع ساعات أو لا أعرف كيف بالله عليك أن يكون عقلك فوالله لا يمكن لك استطاعتها لا استطاعت التركيز مهما كان ذكاؤك لأن وجعلنا نومكم سباتا هكذا عندنا احذر من استعمال الفيسبوك كثيرا سيدمرك مهما كنت حذرا الفيسبوك إنه مضيعة للوقت يعني لما تأتي الدراسة فيكم من يقول يا أستاذنا اتصلوا بأصحابي أو أصدقائي لأدرسوا معهم فوالله لا هذا لا يؤتيك إلا بالخذلان احذر من ذلك الفرق الذي بين الذكي والأقل منه ذكاء هو السرعة فقط أبنائي ليس شيئا آخر يعني مثل عندك مثلها كمثل هذا المثال لاحظوا جيدا عندك سيارتان ها هي سيارة يعني سنها في يعني تم إنجازها في الفين مثلا واربعة عشر وعند سيارة أخرى تم إنجازها في الف وتسعمائة مثلا وتسعون نعلم نعلم أن هذه أسرع من هذه بكثير إلا أن وصولنا إلى هذا المكان مثلا مثلا على الثامنة صباحا على الثامنة صباحا كيف أبنائي هذا له مثلا مدة هذا له مدة الوكان إذا كان عشرين كيلو متر أعلم أنه مثلا يقطعها مثلا في عشر دقائق وهذا يقطعها في أربعون دقيقة فقط إذن ما عليك هذا هذا الذكي الذي تراه أسرع منك في الفهم والبديهة ما عليك إلا الانطلاق مبكرا فقط وإن هو درس ساعة فأنت أدرس مثلا أربعة أو ثلاثة ستصل إلى نفس المكان هنا على الثامنة صباحا هذا هو هدفك هدفك هو في الدراسة أو البكالوريا أو ما هو المستوى الذي أنت تدرس به عندنا حلاوة النجاح تنسيك التاب مهما تعبت فإن حلاوة النجاح وفرح الوالدين يجعلك تنسيك كل همومك هكذا كما يأتي يوم القيامة بالبشر من أحقر الناس أو أفقرهم في الحياة ولم يقول كما قال الرسول عاش ستون أو سبعون سنة ويأتب يقول هل رأيت نعيما في الدنيا يقول والله لم أرى إنما لما يأتبه ويشم رائحة الجنة فيقول فيقول له الملائكة هل سمعت يوما يعني بالفقر والحرمان قال والله لم أسمع به قط والعكس صحيح فيؤتى بأغنى رجل في الدنيا عاش مترفا لما يأتبه ويشم رائحة جهنم يقول له هل رأيت نعيما في الدنيا يقول والله لم أرى نعيما في الدنيا إذن حلاوة النجاح تنسيك التعب أمنائي هكذا التوكل على الله ثم العمل هو مفتاح النجاح هذا هو أمل نحن المسلمون التوكل اللهم إني توكلت عليك ثم قل اعملوا سير الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذا هو هدفنا في هذه الحياة مع تحية الأستاذ نور الدين أتمنى أن تكون هذه النصائح لكم كنز ووزنها من ذهب إن شاء الله دمتم في لعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة